مرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرة تحوال التقصي طلع لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي نبدو ورقتنا الجويدا نهار اليوم الجمعة إن شاء الله بهذا المنظر الجميل اللي اخترناه لكم نسافر بكم اليوم الججل هذه المنطقة المعروفة باسم بومرشي ليقبل عليها العديد من السياح خاصة مع فصل الصيف إذا منظر طبيعي جميل يعبر عن جمال أكيد مناطق مختلفة ببلدنا الجزائر ننتقلوا الآن مشاهدين الكرام بإذن الله لمعرفة الوضعية الجوية إن شاء الله لنهار اليوم الجمعة عودة استقرار جوي لكن مشاهدين الكرام قلوا عليه استقرار جوي مؤقت لأنه ابتداء من يوم الثنين والثلاثة القادمة إن شاء الله نحن مع موعد مع مرخفض جوي محمل بأمطار وعودة الثلوج إن شاء الله إذا نبقى إن شاء الله النهار اليوم كما سبقوا سكرت أمطار إن شاء الله ستكون في الموعد بعض الظاهرة ستكون غزيرة إن شاء الله من 20 إلى 40 مم محديا على الجلفة لغوات تسيرت أمطار خير إن شاء الله ستلحق على غردايا زلفانة بريان كذلك كذلك كمية الأمطار هنا تروح من 20 إلى 40 مم محديا زواب عرمليا نشيطة إذا نقلوا المستعمل لطرقات بعض الظاهرة عليكم بتوخي الحيطة والحدر مشاهدين الكرام لأن زواب عرمليا ستكون نشيطة تتروح من 40 إلى 70 كم في الساعة إذا على بشار على غردايا على ورقلة على تيندوف أدرار وسط الصحراء وجانت كذلك هاتزوا برمليا أكيدا ستؤثر على الرؤية الأفقية ننتقل الآلي معرفة درجات الحرارة إن شاء الله من هاليوم الجمعة سيكون هناك نحس بأن درجات الحرارة سترتفع مقارنة بالأيام الفيتة نقول درجات حرارة ترتفع من 4 حتى 5 درجات مئوية إن شاء الله من 23 حتى 25 درجة مئوية الحق على الجزائر على بومردس تيبازا زيرالدا كذلك درجات الحرارة سترتفع مقارنة بالأيام الفيتة على ولاية الصحرارة الشرقية على عنابات طرف سكيكدا هنا سجلوا من 24 حتى 26 درجة مئوية 27 درجة مئوية نسجلوها على الشلف بنسبة لولاية الهضاب العليا البرودة تبقى في الموعد درجات الحرارة تبقى منخفضة كذلك بعد الظاهرة من 17 حتى 18 درجة على سطيف باتنخنشلاء آريسة نازل عين أرنت حتى لرس الود إن شاء الله بالنسبة لولاية الصحراوية منخفض الجوي راح يأثر على شمال الصحرا لكن بالنسبة لأقصى الجنوب والولاية الصحراوية من ناحية الغربية راح تكون على موعد مع مرتفع جوي راح يخلي درجات حرارة مرتفعة ونسجلوه من 44 حتى 43 درجة مئوية كأعلى مقياس بأقصى الجنوب كما لاحظوا برج برج مختار عينقزة معين أزواء وأبديثة مشاهدين الآن نحن نتقلل حالة البحر ليهموا حال البحر إن شاء الله لنهار اليوم بعد الظاهرة راح يرجع شباب هادئ جميل خاصة على سواحل العوانة جيجل يبقى قليل اضطراب نوعا مع سواحل الشرقية الوسطى والغربية مع اتجاهات الرياح مختلفة إذن بإسباع سواحل الشرقية إن شاء الله راح تكون الشمالية غربية ترجع غربية تماما على سواحل كنس دلس شمالية تماما على سواحل إذن العوانة جيجل إلى شرقية بعد الظاهرة ترجع غربية تماما على سواحل الغربية سواحل مرثة بالمهيدي مشاهدين الكرام هنا لحقنا الخيطة موعد نرشادكم جوية نهار اليوم الجمعة نختمها موعدكم الفلاكي نقول لكم الغروب إن شاء الله راح يكون على الساعة السابعة واثنين ثلاثين دقيقة مثلا نقول لكم دمتم اوفياء القناتكم قناة الوطنية تيفي جمعة مباركة بقاولة خير تهلا فرحتكم